أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين هناك مبدأ واحد للخير والرحمة والعطاء وهو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فما من عطاء ولا رحمة إلا من فيضه ومرد الخير والأمر كله إلى الله والإسلام رسالة الرحمة من رب الرحمة على يد رسول الرحمة الرسالة تتمثل في القرآن الكريم وعنه هذه هي الرسالة رسالة الرحمة وصف الله نفسه بالرحمة وصفا متكررا ووصف الرسول بالرحمة هل للعرب أم لأهل مكة وحده كلا بل للعالمين كلما اتسعى الزمن جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين ورحمته تعم العالمين ثم أن هناك رحمة مكثفة ومبلغة كل فوز وكرامة ونجاح هذا المستوى من الرحمة خاص بالذين آمنوا بالرسول بالذين آمنوا بالله ورسوله قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه هي قيادة أهل الإيمان قيادة يفيض قلبها بالرحمة والرأفة فالحمد لله الذي جعلنا أمة هذا النبي الموصوف بالرحمة ضمن برنامجها في موسم المصطفى للسنة الرابعة على التوالي تقيم اللجنة الثقافية في مأتم المر للليلة الثانية ليلة قرآنية مع مجموعة من القراء قراء القرآن الكريم ومع فرقة طه للتواشيح الإسلامية نبدأ هذه الأمسية القرآنية مع القارئ صادق الصفار مع ما تيسر من سورة الأنبياء فاستقبلوه بالصلاة على محمد وعلي محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار ترجمة نانسي قنقر 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 إليهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتبك إنما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلغ تغلقوا من عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب حكم بالحق قال رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار أحسن بارك الله فيك أخ صادق على هذه القراءة الجميلة ونشكر لك هذا الحضور أما الآن فمع القارئ محمود المحروف مع سورة المطففين فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآله الأطهار وآله الأطهار وآله الأطهار وآله الأطهار شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم لكم نعيم شكراً لكم 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 لكم شكراً لكم وإذا شكراً لكم 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 شكراً شكراً لكم شكراً لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد فكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يريثني ويرث من آل عقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لن نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلوت من الكبر عتيا قال لك ذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي اجعل لي آية قال ربي اجعل لي آية قال آية قال آية كألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرا بوالديه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار نشكر القارئ سيد جعفر على هذه القراءة الجميلة ونتمنى له التوفيق وأن يكون من المتمسكين بالقرآن الكريم إن شاء الله هنا لنا وقفة عتاب أيها الأحبة وأنا في هذا المجال أذكر نفسي قبل أن أذكره لقد اختصنا الله نحن أمة الإسلام بعدد من المميزات التي لم يختص بها أحد من الأمم السابقة علينا أو في الأريان السماوية السابقة وحد هذه الميزات كما نعلم أحبة أن القرآن وهو الكتاب المنزل على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الأمة الإسلامية لم يحرر وهو إلى اليوم كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكن أحبتي لنا أن نتساءل كم من شاب وصل عمره إلى الثامنة عشر أو إلى العشرين ولا يكون في رصيده ختمة للقرآن خصوصاً ونحن الآن نعيش في عصر التقدم والتطور وصار من المتيسر الوصول إلى القرآن الكريم وإلى مدارس تعليم القرآن فنسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بالقرآن وأن نكون من الفاهمين له ومن المتمسكين بمن يمثلون خط القرآن أحبتي الآن مع الفقرة الرابعة مع القارئ أحمد محفوظ يقرأ لنا ما تيسر من سورة الأحزاب فاستقبلوه بالصلاة على محمد وعلي محمد بسم الله الرحمن الرحيم سوف أقرأ من سورة الأحزاب آية ثمانية ثلاثين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم وهي قدراً مقدوراً الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلقوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً سنة الله في الذين خلقوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً وكان أمر الله قدراً وكفى بالله حسيباً وكفى بالله حسيباً ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وخاتم النبي وكفى بالله حسيباً ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله وكفى بالله حسيباً 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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور أذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبينا وكان الله في كل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أذكروا الله ذكرا كثيرا أذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام تحياتهم يوم يلقونه سلام وأغد لهم أجرا كريما يوم 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 يومي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآله محمد نشكر القارئ أحمد محفوظ على هذه القراءة الجميلة التي شنف بها أسماعنا ونسأل الله أن يجعلهم من المستأنسين بنور القراء آخر فقرات حفلنا أيها الحضور الكريم مع فرقة طهى للتواشيح الإسلامية فاستقبلوهم بالصلاة على محمد وآله محمد آخر فقرات حفلنا أيها الحضور الكريم شكرا للمشاهدة 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 بلغ العلاب كماله كشف الدجاب جماله بلغ العلاب كماله كشف الدجاب جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله 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 يا سيدي هل هذا لقلب المرام يا سيدي هذا لقلب المرام يا سيدي هذا لقلب المرام ربي وسعت كل شيء رحمة وها أنا شيء من الأشياء وأنت تعطي السائلين وإذا لم تسأل ابتدأت بالآلاء يا أيها العلي والواهب الساقي أنت المعبود حقا أنت القيوم الحي القيوم الحي أنقذني مما أعمل وجنبني كل منكر يا من بحالي أخبر أنت نعمى الولي نعمى الولي يا أيها العلي والواهب الساقي أنت المعبود حقا أنت القيوم الحي القيوم الحي وأنتم بحقا أنت نعمى اشترك من قيوم الحي قوم الحاكم والذنب كالجزل تور النار فيه فهل صببت ماء على النيران أم حطبا يا ربي تقفل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا فأجب يا ربي دعوتنا وارحمنا يا الله يا ربي يا متعالي يا عالي من بحالي يا خالي قسامة يا موجيز الأشياء قمرا شمسا وهوى يا ربانا وإلهانا يرفع عنا هذا العانى يا ذا الجاهي فانطف بنا وارزقنا الراحة والهانة أمين الله من كل بلاء هو ينجينا الله ولدرب الخير هو يهدينا الله بعلي الطرم يأتينا الله الله يروين الكوثر إذ يسقينا يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا فأجب يا ربي دعوتنا وارحمنا يا الله الله يا سابغ النعمات يا دافع النقمات يا سامع الدعاء الله يا واسع العطاء الله يا دافع البلاء الله اسفح ربي عما مضى وادفع الناس وآل قضى بالمصطفى والمرتضى يا ربي أنعم بالرضى أمين الله من كل بلاء هو ينجينا الله ولدرب الخير هو يهدينا الله بعلي الطرم يأتينا الله يروين الكوثر إذ يسقينا يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا فأجب يا ربي دعوتنا وارحمنا يا الله إلها أوجد الكونين والإشراق والإصباح ويا من نوره يبدو إلى الرائن كالإصباح تلطف واسقنا شهدا نروي هذه الأرواح نروي هذه الأرواح إلهي وادنا نورا بحق الخمسة الأشبار من صدقنا يقينا في توكلنا كن استطعنا بأن نمشي على الماء ألم يقر ربنا عبدي أطياني تكن مثلي ففيه شفاء حاسب للدائي لأن قلبي قاضعا خاشعا يا سيدي هل هذا لقلبي المرام يا سيدي هل هذا لقلبي المرام يا سيدي هل هذا لقلبي المرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا أجمل الأنبياء يا أكمل الأصفية يا أجمل الأنبياء يا أكمل الأصفية يا خاتم أسليم أحلاك في قلبها يا ذا الذي صفوات الأخلاق فيك مطوية عطية أسليم يا ذا الذي صفوات الأخلاق فيك مطوية عطية أسليم أنت الذي أعطيت شفاعة الوفية والخلق يقول للأنم قد نلتم الأمنية قد نلتم الأمنية أحلاك في قلبها 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 يا من له يا من له وعنتي الوجوه بأسرها أحلاك في قلبها و له جميع الكائنات تواحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد كما له عنة الوجوب أسرها وله جميع الكائنات تواحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من تفرد بالجلال ضياء وسناء وله البقاء السرمن يا من تفرد بالجلال ضياء وسناءه وله البقاء السرمن ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولا سواك فيقصل ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولا سواك فيقصل يا من له عنة الوجوب أسرها وله جميع الكائنات تواحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا منتهى سؤلي وغاية مقصدي هبل الرضا فبه حياتي تسعد يا منتهى سؤلي وغاية مقصدي هبل الرضا فبه حياتي تسعد وامن علينا بالهداية والتقى فبحاء قضلك جودها لا ينفد يا من له عنة الوجوب أسرها وله جميع الكائنات تواحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة نشكر فرقة طاها للتواشيح الإسلامية على ما أتحفونا به من فن راق من خلال هذا الفن الراقي الإسلامي في الختام نسأل من الله أن يجعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم ومن السائرين بهداء وأفلح من صلى على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر